قال وزير الخارجية سامح شكري أن المباحثات المصرية اليونانية التي عقدت اليوم بالقاهرة تناولت استمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى كما تم التطرق إلى التطورات في قطاع غزة والحاجة إلى وقف لإطلاق النار الفوري والحاجة أيضا إلى توفير المساعدات الإنسانية وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني جورج جيرابيتاريس شدد شكري على الرفض التام لأنزوح الجبري من غزة والعمل على احتواء هذه الأزمة وعدم تصعيدها المطالبة بوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على حل أي نزاع من خلال وسائل السياسية بالتأكيد أن حجم الأضرار التي وقعت بالشعب الفلسطيني في غزة من قتل حوالي 24 ألف الآن وعدد المصابين اللي بلغ فوق الستين سبعين ألف سبعين في المئة من المنشآت دم تدمرها البنية التحتية شيء غير مصبوخ في إطار أي صراع وتأثر المدنيين الأبرياء أكثر من ستين في المئة سبعين في المئة من الختلى من النساء والأطفال في الحقيقة هي كلها تلخي بزلال على الدمير الإنساني بأن يستمر هذا الصراع وما ينتج عنه من أضرار بالنسبة للمدنيين الأبرياء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر